هل تجمع مصيبة داعش واشنطن وحزب الله؟ سؤال طرحه اليوم عماد مرمل بجريدة السفير ونائش الجواب عليه انطلاء من موقف وزير خرجية الولايات المتحدة عندما دعا كل من ايران وحزب الله مع روسيا للمساعدة بإيجاد حل للصراع السوري تطورات العراق معطوفة على كلام الوزير الامريكي هل تؤشر الى ان القدر او المصيبة ستجمع حزب الله واشنطن؟ جماعتهم من زمان الكلام اللي عم بتشيري له مزبوط ولكن مر عليه الزمن شوي صار معروف ان الامريكيين او المخابرات الامريكية تجتمع مع اطراف من حزب الله واطراف تابعة على المخابرات الايرانية ايضا في ابروس وفي مارا هل البيض المتحدة كذلك غيرت؟ المفاوضة الجارية ومتقدمة على هذا الصعيد ومن فترة يعني كيف ممكن يستثمر حزب الله هذا العمل؟ بالعهد الثاني من اوباما الانفتاح على ايران ما بس كان بالسياسة واللي شفناه على التليفزيونات والاتصاد اللي ام فيه بالرئيس روحاني بس ام بزيارة نيويورك انما واكبه تواصل مع الايرانيين على المستوى المخابراتي وعلى المستوى الامني والمفاوضات جارية على قدم وساق وليست محصورة بالملف النووي ابدا السؤال البريء ليطرح يعني على خلفية هذا الكلام دكتور نادر الى متى سيقاتل حزب الله في سوريا يعني اليوم رند حيدر بالنهار سألت هذا السؤال وقالت ان احدا لم يجوا على القول ان انتخاب بشار الاسد مؤشر لكرب انتهاء الحرب الاهلية وبرعي المعاردين ان اعادة انتخاب الاسد ستؤدي لاستمرار الصراع الى مهلا نهاية يعني السؤال تلقى ايامات الى متى الاول شيء الهدف الاول بفتكر هو ان كان انقاذ النظام النظام اللي كان تبدل الهدف اليوم والمحافظة على مساحة النفوذ الايراني في المشرق يعني ابتداء من سوريا ولبنان وايضا بالعراق اليوم اللي عم نشوفه واللي اظهرته حوادث الايام القليلة انه عملية تغيير للحدود اللي كانت قائمة وهذا شيء منه منه بريء ابدا ممكن يوصل للبنان هذا التغيير هذا الشيء اكيد لح يوصل للبنان يعني ما يكون عندنا ابدا اي شك نعم انه اذا ما تقسمت سوريا لبنان لح يضله بالشكل اللي نحنا منعرفه انه لح التحولات اللي حتصير على المستوى الاقليمي اكيد لح تنسحب عليه هذا يعني منه منه موضوع اي اي شك او اي تساغل اي نكاش يعني لبناني بهذا المعنى ما بقدر يقفوا درع لحماية لبنان بحده لقد نطلع موقفهم موحد من هذا الموضوع هو اللبناني اي بس موقفهم موحد ولكن تصرفهم منه موحد اليوم اللي بيحفظ كان اللبنانيين انه ينضوه تحت المؤسسات وينضوه تحت حماية الدولة وقواها الزيتية بس هيدا اليوم الشي مش عم بيصير اللي عم بيصير انه فريق اساسي لهو حزب الله هو عم بيخوض المعركة بشكل مباشر متخطى المؤسسات الدولة اللبنانية هلا او بيربح وبيصير هو صاحب النفوذ الاكبر ولكن بيكون هذا الانتصار على حساب الدولة اللبنانية او بيخسر وهذا المشروع اللي بيكون حامله ما بيوصل لنا نتيجة اليوم علنون بيقول صحيح ان سوريا هي واسطة العقد بالبنيان الايراني ولكن بعد اللي صار بالعراق تبين ان العراق هو اساس هذا الامر والزلزال اللي درب بالانبار ستصل تردداته الى شعاع يمتد من طهران نفسه للضحية الجنوبية في بيروت حزب الله كيف سيستثمر الحاجة اليه حزب الله لاح يجرب يطرح حاله هلا كوة القوة الوحيدة الموجودة على الارض اللي قادرة توقف بوجه منظمة من هذا النوع او عمل من هذا النوع هلا امرح يتقع للتمسك بالسلاحه اكتر اذا في المرحلة طبعا طبعا هذه مسألة السلاحه لم تعد بقى على طولة البحث كل مشروع الدول اللبنانية هلأ معلق ابتداء من رئيسه يعني ما عنا رئيس جمهورية الحكومة عم نجرب نتوصل الاتفاق على قلية تسيير هذه الحكومة مجلس النواب يعني عم بيخدوا بالمفرع انه سلسل ترتب والرواتب يمكن لانه في مصلحة سياسية للبعض تتقدم مشاريع اخرى تتوقف اعطينا امثلة عن انصاف مشاريع قوانين قدمت وما قدت الى نتيجة اذا الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها معلقة واللي ماشي منها ماشي بالحد الادنى بيبقى انه الجهد عم بيصير على المستوى الاقليمي بيظل هذا المفاوضة اللي صايرها حول مسألة النواوي اليوم الايراني عم بيقول بشكل واضح عم بيقدم ورقة على الطاولة انه في خطر اسمه خطر داعش وخطر الاصولية السنية وانا وانا هو وانا الحصن وانا الحصن اللي قادر يقاب الوجه وانا الحصن الوحيد هل ممكن واشنطن ترجع تبعت جيشة الى العراق اذا شايفت هذا الخطر ممكن تقوم بضربات عسكرية محددة ولكن انه ترسل جنود وقوى عسكرية بشكل مباشر على الارض افتكر هذا خارج عن عقيدة اوباما حتى جلاء السورة كنا نطرين تنجلي السورة بسوريا صرنا ما ننطر كمان تنجلي بمكان اخر لبنان رح يدل محكوم بالاستقرار ولو بحده الادنى بحده الادنى استقرار هش لانه انه هذا الاستقرار هو انه نتيجة تقاطع مصالح اسرائيلية امريكية ايرانية ممكن هالمصالح تصطدم ببعضه ممكن بلحظة معينة يعني تفلت شفنا كيف فلتت من ست شهر وطالت التفجيرات عمق يعني انه احياء حزب الله على امل انه الايام المقبلة تكون اكتر ايجابية دكتور سامي نادر بهالموضوع وصلت لختم الحديث معك شكرا جزيلا لك اهلا وسهلا فيك بكلام بيروت شكرا للمشاهدين على المتابعة والى اللقاء غدا بإذن الله اشتركوا في القناة